كابتن أمير، أحمد الشناوي حكاية لوحده أحمد الشناوي كتير ناس بتتكلم على الناس المتخصصين في حلاصة المرمى إنه واحد من أفضل المواهب في حلاصة المرمى أنا واحد من الناس الكريم طبعاً طبعاً من أفضل المواهب في حلاصة المرمى في مصر بس هو التأثير واللي بحق نفسه وتضييع والوقت كتير قوي خلايا تأخر شوية ولكن يبقى موهبة رائع جداً عمل مباراة كبيراً بالحمام الزمان تتفق؟ طبعاً ما اتповب معك وزاي ما قلت بردو على الكلام على ألالي للسلامية من فترة عنا من زمان بقول على أحمد الشناوي إنه هو من أفضل الحراسة اللي موجودة في تاريخ مصر يعني لو هنتكلم على السيفي وتاريخ وإحصايات طبعاً الحضري محمد الشناوي تتتتتتتتсп Tennessee على موهبة 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 من أفضل المواهب في حلاصة المرمى في تاريخ مصر بالضبط يعني مش بتتكلم عن الماطش ده بس احنا شوفنا مطش الاهلي ما كانش موفق وده طبيعي النهاردة بيل عبدالنزة مالك شال كورة شبك من البنالتي شال كورة دي ما يشالهاش غير واحد زي هدولنا يا جماعة الكورة اللي بتكلم عليها كابتال امير دي في نهاية الوقت الإضافي بالضبط دي كورة رد فعلي هير طبيعي ولو عندك بص الكورة دي صعبة جدا التحرك الأولاني بص دي ما يعملاش غير واحد موهوب لا هدو قاعدوها بقى بالرق عشان كابتال امير دي يشرحها عشان هتمزج لان خلي بالك الشنوي من الحراس اللي انا بحب عناية تشوفه فبص يعني كورة صعبة عاكس الاتجاه دي ما يعملاش غير حارس كبير لو انت عندك يا كريم الصد اللي صدها في كاسة الأمة الأفرقية اللي هو لما تعور هتلاقي نفس هي اكيد حتى لو عندي هتبقى صعبة عشان الرايت بس يعني بس اللقطة دي ما يطلعاش كورة دي غير واحد زي احمد الشنوي حارس موهوب انا اتمرنت معاه في نادي المصر ولعبت معاه لدرجة اكريم ان انا كان فيه ماتشاط كنت بقول للنادي خلي يلعب عشان هو ده مستقبل المصر مش النادي المصري يعني وانا موجود في النادي المصري كان فيه ماتشاط معينة كده كنت انا بتكلم مع الادارة سواء كابتن طلعت يوسف او كابتن حسام حسن او كابتن مختار لما كانوا مسكنة طوله من الولد ده هو مستقبل مصري مش مستقبل نادي المصري بس لازم ياخد ماتشاط وهو الاخره ان كان في المنطقة المقنونبي وناشئين وكده فهو طبعا كان ليه دور كبير جدا مبارح ان هو نادي برامدز يوصل للفاينل وطبعا ضربات الجزاء دي برضو ما اعملاش ودي تدل يا كريم دي والكرة اللي طلحها ان هو فت صح يعني ده واحد فت واحد بركز معاه منافس كويس قوي شريف كرامي وعايز اقول لك على حاجة ان العلاقة بينهم كمان انا عارفها من ايام المنتخب علاقة ممتازة يعني اي حد بلعب التاني سابورت ليه جدا فانا شايف ان احمد الشيناوي من الحراسة الموهوبة وكان ليه دور كبير جدا واعتقد ان انه يبقى ليه دور كبير جدا الفترة الجاية مع برامدز ويبقى فيه تنافس قوي مع محمد الشيناوي وعواد اعتقد ان الفترة الجاية مع المنتخب مصر